يسعد لي مساكن يسعد لي أوقاتكن الله يسعدكن من وين كنتوا عم بتتابعوني كيفكن يا حلوين شو الأخبار طمنوني عنكن إن شاء الله يا رب وإنتوا عم تشوفوا فيديو اليوم بتكونوا بخير وصحة وعافية اشتقتلكم كتير ورجعتلكم بفيديو جديد خلونا نذكر الله ونصلي عن نبي ونبلش بفيديو اليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله يا رب جمعتكن مباركة بالصلاة على النبي أتمنى منكم يا صبايا تدعوا للبابا ولجميع مرضى المسلمين بالشفاء العاجل وفيديو اليوم بإذن الله رح يكون كتير حلو ومليان وصفات بتشاهي القلب رح حضر معكم اليوم أربع وصفات رح أعمل معكم مجدرت الرز ومجدرت البرغول وكمان رح حضر فطور للأولاد منعيش بخامس دقائق والتحلاية رح تكون بسبوسة بالأشطة يلا حطولي لايك وخلونا نبلش الفيديو مع بعض اليوم فعيقة بكير قلت خليني فيه هيك وضبضب البيت وخلص كل أموري لحتى هيك نستمتع باليوم ونقضي الشغلات يلي علينا والله هي قمت بلشت بترتيب الغرف والصالون مسحنا الغبرة كان نسنا مسحنا سوينا المطبخ صار البيت مثل الفيلم اطلعت لابده على البلكول لملمته ورتبته وشلت الغسيل اللي نشفان والباقي حولته ما هون بشكل أنا عندي إذا حطيت الغسيل على الحبل بيجي مطار فبحوله على المنشر لحتين شاف ومهم طويت الغسيل وخلصت والتبقى صار وقت فنجان القهوة خلينا نشرب القهوة وهيك ناخد استراحة وبعدين نكمل مشوارنا لباقي اليوم وبما اني عبشرب القهوة هلا لازم بقى جاوب عن اسئلكون وما بعرف صرت حسة روتين بك الفيديو طالما عبشرب قهوة لازم رد عليكم وعلى تعليقاتكم واسئلكون اللي بتكتبوا ليها بالتعليقات هلا اول الشي بدي اتشكلكم من جوات قلبي ربي يسعدكم يجبر خاطركم وخليلي اياكم وما يحيمني منكم ومن كلامكم الحلو ودعواتكم الطيبة عن جد لما حكيت بالفيديو السابق انه عن القناة وعن الفيديوهات وهيك فمشاء الله كمية التعليقات الحلوة والصوايا اللي شجعوني والله بتفرح القلب والله العظيم هو انا هذا اللي مخليني يعني استمر قد لكم والله يمكن اي وحدة تاني محلي يعني تخيلوا انا للشهر الرابع بيصر لي سنتين فتح القناة ومتل ما لكم شايفين يعني شلون وضع القناة كان سكرتها وريحت راسة بس عبقلكم انه عن جد يعني تعوضت عليكم عكلامكم عدعواتكم وكتير مبسوطة فيهم وكتير متسلم وياللي قالوا لي انه قوعة تسكري القناة وقوعة تبطلي تنزلي فيديوهات وتعودنا عليك لا والله ابدا يعني انا ما رح سكرها ان شاء الله يعني باذن الله ما رح سكرها ومستمرها معاكم ومتل ما قالتوا لي يعني الشغلة بده صبر يعني في قالوا لي انه في قنوات لسه طولت اكتر من هيك لحتى يعني انه قدرت وكل شي مع الصبر يعني بيجي ان شاء الله يا رب هيك الله هو يسرنا امور هالقناة وتصير احسن من هيك فعن جد مبسوطة فيكن قد الدنيا مبسوطة بتعليقاتكم الحلوة بدعواتكم عن جد ما بتنسوا البابا من دعواتكم ربي تزيكم الخير ويا ربي يشفي ويشفي كل مريض هلأ هون خلصت القهوة شفتوا انه ليش بحكي لاني فورا بس من خلصنا القهوة وفتنا على المطبخ بصير لازم بقى احكي لكم عن الطبخات طبعا بناءا على طلبكم تقلولي بس من انه صرت تطبخي ما تحكي لنا شي تاني هلأ انا سويت القهوة ورحت اعادت لحتى اشربها فبقلولي الولاد انه انتي بدك تشربي قهوة طب نحن ايش بنا نساوي قلتلون اعملكون صحلة بتشرب وقال لا اعملكون فطول قال لا ما بنا موجع بانا اعملكون منعيش قال هلأ بدك تقومي تعملي منعيش ما بيخلصوا معاكي للعصر قلتلون لا بعملكون منعيش بخمس دواية بخبز التورتيلة فقالولي اذا هيك قومي ساوينا فالله شربت قهوتي وقمت لحتى ساوي لهم هيك منعيش عسرية هلأ عن جد يعني انا بعد ما تعلمت هاي الطريقة اني ساوي المنعيش بخبز التورتيلة اصلا بطلت ساوي المنعيش بعجينة عادية اذا بدي ساوي العجينة بساوية مثلا فطاير لخليط الناحل لبيتز ساعد جد هاي الطريقة ولا اسهل ولا اطيب من هيك يعني تخيلوا بخمس دقايق بتجهزوا هيك جد منعيش بيشهي القلب هلأ الحشوات كل واحد الحشوية اللي بيحبوها عالتو بيساوية انا اكتر الشي بحب الزعتار والولاد بيحبو المحمرة وفوق جبنة المزرلة وحتى كمان الجبنة طيب بصراحة ما كان عندي غير جبنة بيضة والجبنة البيضة ما بتتسوى منعيش يعني بتتسوى فطاير فعشان هيك اليوم ساوت المناقش بالزعتار وبالمحمرة والزعتار يلي ساوت فيه المناقش هو زعتار اختر شفته حطيت الزيت والزعتار لحتى صاروا سائلين وهيك صاروا جاهزين ودبس الفلافلي حطيت زيت زيت ونقلت بصلين لحتى استاوت ودبلت معي البصلين بعدين حطيت فوق دبس الفلافلي او المحمرة وحطيت فوق دبس رمان ورشة كمان ورشة كزبرة وشوية ملح ومعلى قدة بسرمان وهيك صارت الحشوات عنا جاهزة وبلشت متل ما شفتو بحمي القلاية بحط خبز التورتيلة عليها وفورا يعني زعتر بحطو وخليها لحتى هيك تصير كل ياتا شايفين شلون بقى بقت هيك العجينة عن جد لما بتساوي خبز التورتيلة والله كأن كنع بتساوي عجينة يعني كل ياتا هيك بتصير بتبقى بقى وبتصير مقاحلاها هلا إنه شان نحافز على طروط الخبز وما يصير معانا قاسي وينشف فورا متل ما شفتو أنا غطيتو يعني شيل المنقوشة من القلايين حطها بالجاط وحط فوق كيس وفوق الكيس حطيت منشفلة حتى هيك البخار تبعون يطريون وما يقصوا معانا هلا خلصت الزعتر وبلشت بالفليفلين هلا الفليفلين لقيت إنه تدهنوه على الرخامة أسهل من إن كنت تدهنوه على القلاي إنه بتتحكموا فيه أكتر بإمكان كنت تتركوها بس محمرة بإمكان كنت تحطوه فوقه مثل ما أنا عملت جبنة موزاريلا بإمكان كنت تعملوه مثل حشوة البيتزا تحطوه مثلا زيتون وتحطوه خضرة اللي بتكون يا وهيك بخمس دقايق بتحضره قطية بمنائش وهلا هيك أنا خلصت تجهيز المنائش هلا تقريبا مع تحضير الحشوة وساوت المنائش وجهزت الشاي يمكن ما أخد معي تحضيرون عشر دقايق بس هلا أنا ما كترت الكمية سويت لك كل واحد حبتين حبتين قلت بما إنه غداي ما أنا متأخر فخلص يعني فعنجا تطلعوا هيك سريعين ولذيذين أولادكم كمان مثل أولادي ما بيتدفقوا على أكلي واحدين اتخيلوا جنب المنائش قطينا أعملكون شاي ولا حطي لكم مثلا خيار وبنادورة وزيتون طبعا كل واحد بدون شي ناس بدون خيار ناس لا بدون شاي هلأ هني فعلا المنائش قطيب الشاي جنبون الشاي حتى على فكرة عندي على الغدا اليوم قطي لكم بدي أعمل مجدرت الرز ومجدرت البرغول لأنه كمان مالك اللي عندي بيحبوا مجدرت البرغول ومالك اللي بيحبوا مجدرت الرز بتلاقوني بطبخ إنه صنفين على وجبة واحدة شان إنه أرضي جميع الأزواق هلأ أنا للأمانة بما إنه شربت قهوة وأكلت قطعة حلوم وحتى وأنا عبفرجيكم المنائش أكلت وحدة فأخذ للولاد خلص أنت أخذوا المنائش روحوا كلهون وأنا بدي جهز الطبخة بدي نقل العدس وبيدي نقل البرغول وإن أعرز وهيك جهز الصلطة ما جاي على بالي أصلا إني أكل فهني أخذوا المنائش وراحوا ياكلوا وأنا بلشت بطبختي هلأ اليوم ما صورت لكم طبخة مجدرة لأني صرت منزلتها كذا مرة وموجودة بالقناة يعني ولا أسهل من هيك نقيت العدس ونقيت البرغول ونقعت الرز وبعدين سلقت العدس كلياته بطنجرة وحدة بعدين أسمته طبخت منه على رز ومنه على برغول وحتى مجهزة هذا الصوص اللي بيعملوه جنب الكشري المصري عن جد كتير طيب الأولاد من وقت اللي كنا في السعودية بيحبوه فأنا صرت دائما كل ما عملت مجدرة الرز بطبخه سهلا بتعرفه شوي بتختلف المجدرة عن الكشري هداك بيكون في بقلبه شعرية مع كارونا حمص بس يعني بالأخير الطعمة كتير بتشبه مجدرة الرز وطبعا أكلة المجدرة ما بتكمل بدون هيك جاطة السلطة وصحة المخللات ويا سلام الله يا رب يدوم علينا هالنعم ويحفظها من الزوال هلأ مثل ما وعدكم بالفيديو السابق لليكن انه على قدمع بتجيني أسئلين انه اذا بتحبوا احكي لكم وشو بتكون احكي لكم فكانت أغلب التعليقات احكي لنا من الأول انه ليش تركتوا السعودية هلأ نحن تركنا لسعودية تقريبا بال2017 ليش تركنا لسعودية هلأ صراحة يعني كل اللي كانوا عايشين بالسعودية وبيعرفوا تقريبا من 2015 اتغيرت القوانين اللي بالسعودية يعني بالنسبة لنحن المقيمين يعني انه رسوم الإقامات كتير ارتفعت لأجارات البيوت كتير ارتفعت انه يعني صار الدخل ما بيغطي المصاريف انه صرنا نفكر لو نلاقي بلد يكون مثلا الإقامة فيه وما كتير مكلفة الأجارات تكون شوي رخيصة وبفرق يعني المعيشة بين البلدين يعني بتعرفوا انه كانوا الولاد جايين يعني كمان كم سنة رح يدخلوا جامعات انه هذول المصاريف ممكن انه نوفره للجامعات هذا كان اللي ببالنا فلقينا يعني انه البلد المنيح كان يعني انه على حسب ظننا يعني هو تركيا فانه كانت يعني الاوضاع بتركيا على فكرة يعني قبل تقريبا سبع سنين يعني احسن من هلأ بكتير كانت فرق المعيشة يعني تقريبا بين السعودية وتركيا النص فقالنا يعني هذا البلد انه قويس فوالله قررنا خلص يعني متل ما بيقولوا استخرنا واستشرنا وتوكلنا على الله ونهينا أمورنا بالسعودية ونزلنا على تركيا هذا كان هدفنا انه متل ما قل لكم البلد تكون الحياة فيها شوي رخيصة رسوم الإقامات ما بتكون فيها غالية يعني بشكل عام يعني نحن كنا نازلين قبل مرة على تركيا بال2015 وشفنا جلون الأوضاع وشفنا بساطة الحياة وشفنا قلة المصاريف فيعني لما قررنا ننزل على تركيا يعني كان عنا فكرة عن البلد وعن وضع البلد فوالله نزلنا يعني تقريبا كانت بداية السنة الدراسية نزلنا كلياتنا يعني هلأ شلون نزلنا على تركيا كان مسموح للسوري يروح على تركيا بفيزة سياحية هلأ أنا بال2015 وقت اللي نزلت على تركيا ما كان بدا شي كان مجرد الجواز بتفوتوا تركيا بس لما نزلنا بال2017 كان بدا متلما قلت لكم فيزة سياحية قدمنا عليها ونزلنا ومجرد انه دخلنا على تركيا قدمنا على الإقامة الإقامة السياحية أخذنا موعد ونزلنا واستأجرنا بيت ورتبنا أمورنا جوازي تقريبا قعد معنا ثلاثة أسابيع وهو رجع على شغله كان هذا على أساس انه قعد أنا والولاد أول فترة وهو يعني انه يجرب يشتغل هناك كأنه إذا عجبوا الوضع ممكن مثلا واحد متل ما بيقولوا يتغرب سنتين ثلاثة يعني بيجمع له أرشين وبعدين نستقر كلياتنا بتركيا وعلى هذا الأساس والله متل ما قلت لكم نستأجرنا بيت وقعدنا وقدمنا على الإقامات أنا والولاد وصار عنا مقابلة وقابلنا وأخدنا الإقامة هلأ ببداية السنة أولادي لأني ما عندهم إقامة ولا عندهم شي ما نقبلوا بالمدارس التركية سجلتهم بمدارس عربية وبعد فترة طلعت الإقامات والولاد تسجلوا بالمدارس التركية وأنا صرت أدرس لغة وهيك أمورنا تمام وقعدين والله أنا والولاد ومبسوطين والحياة ماشية ومستمرة فالحمد لله رب العالمين يعني هيك بلشنا نحس شوي بالاستقرار بعد ما داوموا الولاد بالمدرسة ومثل ما قلت لكم أنا بلشت هيك درس لغة يعني الواحد بيحس أنه الحمد لله رب العالمين خططه يعني ماشي ومع أنه أول فترة الولاد كتير تعذبوا باللغة وخاصة ابني الكبير يعني بتعرفوا اللي بيبلش مثلا بلغة جديدة بعمر صغير غير عن أنكم تجوا مثلا تدخلوا على المدرسة بالصف التاسع فقبل ما تطلع الإقامات استغلينا هذا الوقت أنا وأبني الكبير وسجلنا بكورس لغة والحمد لله رب العالمين يعني هيك مشت أمورنا لا فترة ما كتير طويلة جوزي ما عجبوا الوضع إنه شلون بدنا نكمل حياتنا هيك أنت ببلد أنت والولاد ببلد وأنا ببلد أنا ما نسبني الوضع وخاصة إنه أول مرة يعني إنه من بعد عن بعض طول عملنا إنه عايشين بنفس البلد مع بعض فلقاها كتير صعبة وهون بقى بلشنا من أول وجديد هلا لهم بكفي إن شاء الله هيك بالفيديو الجاي برجع بكملكون شو صار معنا وشو قرر جوزي هلا مثل ما قلت لكم ببداية الفيديو اليوم بنتي أعمل معاكم بسبوسة بالإشطة مثل ما شفتوا أنا المكونات كنتي جاهزتا وإن شاء الله إذا بتحبوا بكتب لكم ياها بسندوق الوصف جهزتهم كلياتهم وهلأ دهنت البايريكس بالطحينة أحلى الشي إن كنت تدهن البايريكس أو قالب الكيك بالطحينة سواء للبسبوسة للهريسة للكيك لأي شي ما بيلزق معاكم أبدا أبدا ودخلت أول طبقة وبيدي إنه هيك خليها بس تتماسك على بينما جهز الإشطة إنه بطالعة من الفرن وبحط الإشطة وبحط الطبقة الأخيرة وبرجع بدخلهم على الفرن هلأ البسبوسة بإشطة أصولها تكون بالإشطة الإشطة الإشطة العربية الإشطة بالكيلو المسكربون بس أنا بما أنه عندي الأريشة فحبت استغلها بهاي الوصفة هلأ مثل ما أكلكم الأريشة بتجي عنا هيك جامدة والمفروض الإشطة اللي بتكون تمدوها بقلب البسبوسة تكون شوي سائلة فمثل ما شفتوا أنا طبخت تقريبا كاسة حليب مع أقل من معلقة نشانص معلقة بديها إنه تصير كريمية بس لحتى دوب فيها الأريشة يعني لحتى الأريشة تصير معاي طرية وتنمد على وجه البسبوسة هلأ مثل ما شفتوا طبخت هاي كاسة لمهلا بي وحطيت فوق الأريشة وحركت كتير كتير منيح لحتى صارت مثل الإشطة هلأ هي بشكل عام ما رح تصير معاكم مثل الإشطة كريمية لأنه بتعرفوا الأريشة هي يعني إنه بتكون فرطة فأنه الشكل ما هيكون كتير يعني مرتب بس عن جد نكهة الأريشة كتير طيبة هلأ أنا كان جعب علي أسوية أطايف إنه بتعرفوا الأطايف الأطايف بالأريشة كتير طيبين بس الأولاد قالوا لي لا ما جعب أنا عمليننا أكلة لسه ما عملتين نياهم إنه من فترة قريبة فلقيت البسبوسة بالإشطة فالمهم هلأ هون جهزت الطبقة الثانية اللي هي الإشطة وهلأ بدي حط باقي البسبوسة فوق الإشطة هلأ إنه شان تكتر معاكم كمية البسبوسة ضيفوها مثل ما أنا ضفتها معلقتين حليب هلأ أنا حسيت إنه كمية البسبوسة بالطبقة الأخيرة كانت أقاليلي مثل ما شايفين الإشطة ما تغطت معاي تماما المفروض مكترة الكمية إنه من تحت تكون أقال من هيك ومن فوق أكتر لحتى إنه لما إجي وإخبزها شايفين شلون إنه طالع البسبوسة مبينة يعني إنه مو طالعة بس يعني إنه المفروض كمية البسبوسة تكون أكتر من هيك لحتى يتصير طبقة كاملة وما تبين الإشطة معاي هلأ هو كشكل بس مانو حلو بس إنه كطعمة والله ما بتأثر شيء أبدا أبدا هلأ هي على فكرة هاي كمية البسبوسة هي كاستي سميد يعني لبايريكس صغير مثل هذا أو لقالب الشيسكيكس صغير هلأ دائما أنا بتصير معاي هيك بحط الكمية البسبوسة من تحت ودائما بتطلع معاي البسبوسة من تحت السمك من فوق هلأ متل ما شكتوا أنا نقصت كاسة من خليط البسبوسة المفروض منقصة يعني فوقه كمان معلقتين كان طلعت تمان بس يلا إن شاء الله بالمرة الجاية بكتر الكمية اللي من فوق شايفين شلون طالع ما أحلاها عن جد لكيكم إنه طعمة الأريشة بقلب هاي البسبوسة كانت كتير طيبة يعني كمان القشطة على فكرة لما بتعملوها بالقشطة القشطة مو المهلبية على فكرة البسبوسة اللي بتنعمل بالمهلبية ما كتير طيبة اللي بيعملها بقشطة وما بيعملها بمهلبية أبدا أبدا خاصة اللي مهلبية بتجوا بتاكلوها أول يوم إنه طيبة لتاني نهار بتحسوا المهلبية يكصارت شدة وما في هالطعمة طيبة مثل القشطة شوفوا شلون طالع ما أحلاها لكم بس كان بده هيك يكون وجهة شوي اسمك من هيك شام ما أنه تبين طبقة القشطة طبعا بما أنه عملنا بسبوسة فلازم نعمل فنجان قهوة شايفيني اليوم وأنا مدلعتكم والله فنجان قهوة ببداية الفيديو وفنجان قهوة بنهاية الفيديو هلا أنا ما حكيت لكم عن البسبوسة أنه أول شي أنه حطيت الطبقة الأولى شوي تتنشف على بين ما جهز القشطة حطيت القشطة وحطيت طبقة البسبوسة التانية ودخلتها على فرن درجة حرارته 220 حطيتها تقريبا بالرف الوسطاني هيك استوت من فوقه من تحت مع بعض طالعتها وهي سخنة والقطر بارد سقيتها بالقطر وتركتها تقريبا نص ساعة تعرفوا هلا الجو شئت برد والله ما حطيتها بالمطر حطيتها على البلكون لحتة هيك بردت وغبت القطر والقشطة بقلبها أنه تماسكت وجمدت بعدين جيت قطعتها شفت وقت اللي قطعتها شلومتها ماسكة وما أحلاها يعني القشطة بهذا الوقت أخدت راحتها وبردت وبما أنه قهوتنا جاهزة وتحلائتنا جاهزة بدأكون وصلت معاكم بالفيديو لنهايته إن شاء الله يا رب هيك يكون فيديو اليوم خفيف ولطيف ومفيد بنفس الوقت إن شاء الله يا رب هيك تستفادوا من الوصفات اللي عم نزلكم ياها بالفيديوهات وبتمنى منكم يا صبايا إذا وصلتم معي بالفيديو لهون وحبيتو وما كنتم مشتركين بالقناة بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى تصلكم كالفيديوهاتي وإذا كنتم من أصدقائنا وحبيبنا بالقناة فعب بستنى رأيكم بفيديو اليوم خليلي قلبكن أنا يلا إن شاء الله بالفيديو الجاي بكملكون بباقي القصة وشو صار معانا ذكروني وين وصلت شان نكمل بالفيديو الجاي هلا هون بس حبيت هيك دوق البسبوسة وفرجيكن ياها أو بالأحرى فرجيكن الأريش اللي حطيتها بقلبها بما أنه خلطت مع كاست المهلبية شلان صارت مع أحلاها ولا كأنه أريش يعني ما بتحسوها فرطة لا بالعكس كانت متماسكة وطعمتها كتير طيبة وهلأ صار لازم وداكم وإلكون إن شاء الله بشوفكم في فيديوهات وراتينات جديدة على خير وهذا أتبال أستودعكم الله لذي لا تضيعوا ودائعهم